بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر ماشين إلمنتز ديزاين ون استكمل معا شابتر تسعة وبنتكلم على او الاجهادات الناتجة من قوة خارجية أول حاجة عندي التنسايل سترس لو افترضنا مثلا المصمار اللي قدامنا ده بسميه اي بولت او مصمار بعين بيستخدم فيه طبعا بسبت الجزء بتاع الالووز ده في مكينة ومن هنا برفع الجزء ده بالشكل ده هنا عشان اعمل هاندلنج للمكينات اللي هي او مواتير مثلا حجمها كبير او ثقيلة فبعملها هاندلنج عن طريق الاي بولت ده في الحالة دي انا برفع هنا في قوة وفي وزن المكينة الى اسفل يبقى المصمار هنا واقع تحت تأثير اجهد اي شد بما ان الحمل حمل شد يبقى بالتالي هيبقى عندي الاجهاد ايضا اجهاد تنسايل سترس او اجهاد شد طيب اجهاد الشد ده زي ما اتفقنا قبل كده ان هو بيساوي سيجما تي الرمز بتاعه وقيمته بتساوي الفورس على الاريا الفورس هنا اللي هي القيمة اللي انا برفع بها هنا والاريا هنا اللي هي مساحة مقطع المصمار وده قيمته بتساوي باي على ربعة دي كور سكوير لكن لو عندي اكتر من مصمار بضرب في ان حيث ان اللي هو النامبر اوف بولتس طيب من العلاقة دي بطلع طبعا لما بعوض هنا بالاريا بطلع قيمة الدي كور الدي كور ده هي بروح على طول على التابلز بتاعت المسامير لان الدي كور هي عبارة عن القطر الاصغر وده بروح على طول مباشرة في التابلز عشان ادور على القطر المناظر لها اللي هو الماجور ديامتر او القطر الاسمي النومينال ديامتر وفي حالة عدم توفر التابلز باخد الدي كور ده هوات او باستخدم العلاقة ده هيات اللي هو الدي كور بيساوي اربعة وثمانين من مية ضرب النومينال ديامتر ومنها بقدر اطلع بعندي الدي كور وبقدر اطلع قيمة النومينال ديامتر اللي انا هستخدمه او القطر الاسمي اللي انا هشتري به المصمار عندنا النوع التاني اللي هو الشير استرس لو افترضنا ان المصمار ده بيلبط ما بين لوحين واحد بيتشد في الاتجاه ده واحد بيتشد في الاتجاه المعاكس فبيحصل عندي هنا على المقطع ده هوات بيحصل شير استرس قيمة الشير استرس بتساوي الفورس على الاريا الاريا هين اللي هي بتساوي مساحة مقطع المصمار في المنطقة دي ما بيشتردش طبعاً هي الدي كور لأنها بيكون بعيدة عن المنطقة اللي فيها القلوز يبقى الاريا عندي هنا بتساوي باية على 4 النومنال ديامتر اللي هو الدي سكوير ضرب إن لو في عندي أكتر من مصمار على خط واحد في حالة الشكل اللي قدامنا هنا بيحصل دابل شير اللي هو مساحة المقطع هنا ومساحة المقطع هنا يبقى في عندي اتنين آريا بيحملوا أو بيتعرضوا للشير سترس فبالتالي بعوض بالرقم اتنين هنا وأحسب قيمة الشير سترس سواء إذا كان في حالة السنجل شير اللي هنا أو الدابل شير اللي في الحالة الثانية آخر نوع عندي اللي هو الكراشينج سترس أو البيرينج سترس وده بنرمز له بالرمز سيجما سي وده تكلمنا عنه برضه قبل كده والكراشينج سترس قيمته أيضا بتساوي الفورس على الاريا الفورس هنا هي نفس الفورس اللي أنا بس أخدمها اللي وقع على البليت أو اللوح والاريا هنا بدي طبعا باخدها آريا تقريبية زي ما قلنا قبل كده اللي هي قيمة قطر المصمار ضرب سمك اللوح ولو عندي أكتر من مصمار بيشيل الكراشينج سترس ده فبدرب فيه N ومن هنا بقدر أحسب القيمة بتاعة الكراشينج سترس أو البيرينج سترس وبكده نكون أنهينا شابتر تسعة اللي هو بيتكلم عن نلقاكم إن شاء الله في درس جديد وشابتر جديد ترجمة نانسي قنقر